مرحبا شباب الآن نحن بدنا ندرس في صفة رقم 50 وخلينا نبتدي في المعلومات العامة لنجب أن نكون نحن على علم فيها من صفة 8 أو صفة 9 القلب مثل ما تشوفه قدامك عبارة عن عضلة فيها غرفتين قريبة من منطقة الأذن تسمى الأذينين وفي عندك غرفتين تحت تسمى باسم البطينين لأنها قريبة من البطن إذن أصبح لدينا الأذينين والبطينين الآن بشوف أنا وأنت شو الدورة الدموية الكبرى أو الدورة الدموية اللي إحنا بنسميها الجهازية اللي تشمل كل أرحاء الجسم أنت بتعرف وكل أنت بنعرف بأنه يظهر من عندي أنا شريان بيوزع الدم اللي يكون محمد بالأكسجين والغذاء المهضوم نحو منطقة الجسم العليا وفي نفس الوقت نحو منطقة جسم السفلة الخلايا بتاخذ حاجتها من الأكسجين ومن الغذاء المهضوم وبتطرح على الدم الفضلات وثاني أكسيد الكربون ثم بيرجع هذا الدم اللي باللون الأزرق يسمى باسم الدم غير المؤكسج لحو الجهة اليمنى من القلب وبتلاحظ بعدين أنه الدم مشان يتخلص من ثاني أكسيد الكربون بيظهر من منطقة البطين الأيمن تمام دورة دموية جديدة اسمها الدورة الدموية الرئوية بلاحظ فيها أنه الدم يروح باتجاه الرئتين هذا فص الرئة اليمين تمام ومنطقة البطين الأيسر ومن البطين الأيسر بيكونها بهيك حالة هو محمد الأكسجين بيرجع يظهر من منطقة الأذين الأيسر ومن الأذين الأيسر يرجع ينتشر مرة ثانية في الدورة الدموية الكبرى إذا من خلال هذا الفيديو أنا ذكرتك في معلومات تخص عدد غرف القلب الأربعة واللي هي عبارة عن عضلة قلبية والدورة الدموية الكبرى اللي هي من القلب إلى جميع العضاء والرجوع إلى القلب والدورة الدموية الصغرى أو الرئوية اللي هي من القلب إلى الرئاء والعودة إلى القلب مرة أخرى الآن رح نتخل على الفيديو التالي في صفحة رقم 50 ما هي المعلومات المذكورة في الصفحة رقم 50 اتبع معي مرحبا شباب الآن رح نتكلم على صفحة رقم 50 شو المعلومات الموجودة في صفحة رقم 50 المعلومات اللي فيها ما هي مكونات جهاز الدوران مكونات جهاز الدوران عبارة عن أوعية ودم وقلب القلب هو عبارة عن المضخاء اللي بيضخ الدم والأوعية هي اللي بيجري فيها الدم باللونين الأحمر والأزرق اللي أمامك يعني الدم المؤكسج باللون الأحمر والدم غير المؤكسج باللون الأزرق بالإضافة إلى وجود الدم اللي هو يتحرك داخل هذه الأوعية هذه هي مكونات جهاز الدوران يوصف جهاز الدوران بأنه مغلق ليش؟ لأنه الدم يتحرك داخل هذه الأوعية من القلب والعودة إلى القلب فالنظامه بيكون من النظام المغلق في السطر الثالث بيقولك أن الدورة الدموية كم نوع دورتين؟ الدورة الدموية الجهازية والدورة الدموية الرئوية طب شو وظيفة جهاز الدوران؟ وظيفته هو نقل الأكسجين والمواد الغذائية والمواد الأخرى الضرورية مثل الهورمونات إلى الخلايا ويخلصها من إيش؟ يخلصها من ثاني أكسيد الكربون والفضلات النيتروجينية إذن الدم اللي باللون الأحمر هو اللي بيوصل الأكسجين والغذاء المهضوم الجهاز الخلايا بشأن تستفيد منه واللي باللون الأزرق هو اللي بيتخلص من خلاله الخلايا تتخلص من ثاني أكسيد الكربون وكذلك من الفضلات اللي موجودة في داخلهم انتهت إلى هنا صفحة رقم خمسين ننتقل هلأ مباشرة على صفحة رقم واحد وخمسين مرحبا شباب الآن بدنا نتناول صفحة رقم واحد وخمسين شو المعلومات الموجودة فيها؟ اتبع معا بتلاحظ هون في عندك أنت منطقة الوريد وهون منطقة الشريان وهذه هي الشعيرات الدموية اللي تربط ما بين الوريد والشريان شايفين عليك كيف؟ لما أنا أجل أطلع أول أمرة على شو هي مكونات الشريان وشو المعلومات الخاصة فيها إذن هيكون درستني من صفحة رقم خمسين واحد وخمسين إلى صفحة رقم اتبع معي بالرسم أبولان بلاحظ أنا قدامي هذا هو الشريان الشريان مثل ما بتلاحظ قدامك في طبقة داخلية وطبقة وسطة وطبقة خارجية تمام وبيظهر من الشريان شري صغير ويربط الشري عبر الشعيرات الدموية الرقيقة مع الوريد وهو جزء جدا ضئيل من الوريد نجي نشوف الطبقة الداخلية أمامك بالشكل وبتلاحظ فيها كمية القطر الخاص بالشريان قد يكون دقيقة أو رقيقة جدا بلاحظ في داخلها إيش في الوسط كريات الدم الحمراء الآن خلينا ننتقل على المكونات التي ذكرت في الكتاب بلاحظ أنا قدامي في الصفحة رقم واحد وخمسين الأوعية الدموية تصنف بناء على وجود الشريان والأوردة وشعيرات الدموية ورح نتناول في الدرس الأول الشريان ما هي الشرائيين؟ اتبع معي في الفيديو التالي أولا بالنسبة للدرس الشرائيين نبتقل على صفحة واحد وخمسين أولا ما هي الوظيفة؟ الوظيفة هو نقل الدم بعيدا عن القلب طيب هل توجد إلها مميزات أو خصائص؟ نعم شو المميز الأول؟ جدرانها أكثر سمكا وقوة من بقية الأوعية شو السبب؟ ليش بيكربها القوة هذه كلها؟ لأنها يجب أن تتحمل ضغط الدم في داخلها تمام؟ ضغط الدم من وين جاي؟ جاي من منطقة القلب القلب بيكون عضلة جدا قوية وخاصة في الجزء الأيسر منه فلما بيضخ الدم بيضخ بكمية هائلة وبضغط عالي فيجب أن يكون هذا الشريان اللي باللون الأحمر ذو قوة عالية لهذا التحمل لهذا النوع من أنواع الضغوط الآن خلينا ننتقل ونشوف على صفحة رقم 52 ما هي المكونات التفصيلية المذكورة في منهاجنا فيما يخص موضوع الشريان أولا الطبقة الداخلية وهي عبارة عن طبقة رقيقة مؤلفة من نوع واحد من الخلايا الطلائية الطلائية بمعنى خلايا بتطلي أو بتبطن تمام الوعاء الطبقة الوسطى بتحتوي على الألياف المرينة والعضلات الملساء والألياف الكولاجين لكل واحد من هذه المكونات له عملية يعني مثلا الألياف المرينة مهم جدا لتمدد الوعاء والعضلات الملساء مهم جدا لقطر هذا الوعاء لشان هذا الوعاء يتمدد في القطر تبعه أما بالنسبة لألياف الكولاجين فهو بيعطي المنظر الصلب للوعاء يعني تخيل معي مثلا عندك هذا القلم هذا القلم منظر القوة تبعه من وين جاي؟ من البلاستيك فالبلاستيك اللي فيه معطي هذا المنظر القوة وهذا الصلابة فهذا بيكون للكولاجين تمام؟ لما أنا أجل أطلع حلا أنا بطلع على هذا القطر قطر هذا الوعاء نفض أنه هذا القلم اللي قدامك هو الوعاء الدموي الشريان القطر من المسؤول عنه؟ العضلات الملساء طيب تمدد هذا الوعاء تمدده سوى أن كان بالطول بشان تحمل الضغط بشان ينتص عملية الضغط هذه من مسؤول عنها؟ الألياف المرينة طيب نجد نشوف الطبقة الخارجية يتكون من النسيج الضام طيب شو مكونات النسيج الضام اللي هي الألياف المرينة وألياف الكولاجين مشان هيك في المنهاج في الصفحة الباقية تلاحظ هذه الأسطر اللي هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع أسطر ملخص هذه السبع أسطر هي أولا المكونات ودورها الكولاجين اللي بيعطي القوة للشرائين الألياف اللي بيعطي المرونة للشرائين مشان تتمدد بالطول والعضلات الملساء مشان عملية تمدد أو زيادة أو نقصان في قطر الشرائين آخر ثلاثة أسطر اللي هنا تتكلم على الشريينات اللي هو تفرع بسيط من الشرائين ومعطيك تعريفها الكامل بأنه تفرع بسيط تمام وهو ذو قطر منخفض جدا ذو قطر قليل جدا وينخفض فيها ضغط الدم لأنه بتكون عدد الكريات الدم يدوب اللي بتسمح لها بالمرور قليلة وتحوي الشرائين البعيدة عن القلب على ألياف مرنة أقل من تلك القريبة إليه تمام مشان أوضح لك الفكرة أكثر إذا بدك ترجع مرة ثانية بتشوف هذا هو الشرائين بتلاحظ أنت القطر تبع الشريان والقطر تبع الشريان اللي هو عبارة عن تفرع بسيط من الشريان تمام يا شباب إذن إحنا انتهينا من درس الشرائين والآن سننتقل في الفيديو اللاحق في صفحة 52 على درس الأوردة بالمناسبة سؤال تحقق أو أوضح التلاؤم بين تركيب الشريان والوظيفة من خلال المكونات المذكورة أمامك الكولاجين والألياف المرنة والعضلات الملساة ياتفون لعف ترجمة نانسي قنقر